بلا مبالاة بحجم الكارثة الإنسانية يتجاهل أطراف الصراع ما يحدث للمدنيين في اليمن هذا ما يقوله الواقع وتؤكده المنظمات الدولية بعد أكثر من ثلاث سنوات على الحرب حرب لم يلتفت فيها أحد للقوانين والأعراف الدولية ولم يبال فيها أطرافها بقواعد الاشتباك المتبعة وهو الأمر الذي أعاده مراقبون إلى غياب أي دور لرصد هذه الجرائم بمسؤولية أو تشكيل رأي عام لمحاسبة المتسببين بها إضافة إلى الضحايا الذين يسقطون على يد ميليشيا الحوثي بشكل يومي شكلت غارات التحالف العربي مأساة أخرى وسبب آخر لسقوط المدنيين المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قال إن التصعيد العسكري بين أطراف الصراع ليس حلا مضيفا أن المنظمة تدين جميع الهجمات التي تستادف المدنيين والبنية التحتية المدنية وحث جميع الأطراف على التقييد بالقانون الإنساني الدولي مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال إن مسؤولي الأمم المتحدة قلقون للغاية من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في اليمن لا تتوقف المشكلة الإنسانية اليمنية عند تجاهل أطراف الحرب لحجم كارثتها إذن بل يضاف إلى ذلك خضوع ضحاياها للإبتزاز والاستقطاب السياسي وهو ما يعيق أي أمل لإنصافهم ويخلق مشكلة أخرى أمام إعادة حالة حقوق الإنسان في اليمن إلى شكلها الطبيعي اشتركوا في القناة